انا منفتح ومتقبل بكل الثروة التي تجلبها للحياة اجذب المال بسعادة في حياتي اجذب المال الى ابعث من احلامي الاكثر توقعا انا منفتح على تلقي المال في حياتي كلما ركزت اكثر على الفرح كلما كسبت المزيد من المال انا اجذب المال لاعطاء الاخرين المال هو الطاقة ويتدفق اليه باستمرار يتدفق المال اليه بطرق متوقعة وغير متوقعة تدي القدرة على جذب الثروة والمال الى حياتي المال وفير وانا اجذبه بشكل طبيعي المال غير محدود وازدهاري غير محدود المال يتدفق نحوي في حياتي وفره من المال وفره من المال تتدفق الى حياتي الان عقلي هو مغناطيس قوي للثروة والوفره يتدفق المال اليه بحرية وانا اتحرك عبر هذا العالم ساحقق كل الثروات التي ارغب فيها مع مرور الوقت انا في طريقي الى ان اصبح ثري كل ما احتاجه لبناء الثروة متاح لي الان هناك المال في كل مكان من حولي انا فقط علي ان احصل عليه انا مغناطيس يمكنه جذب المال في اي مسعى اقوم به احب جذب المال المال يقع في حضني بطرق معجزة الناس يحبون اعطائي المال انا واتق من ان المزيد من المال يأتي الي انا متوافق مع طاقة الثروة والغفره اسمح للمال بالتدفق بسهولة الي يتم جذب المال الي في كل لحظة انا ممتن جدا لقدرة اظهار المال عندما اريده وانا اخلق مستقبلا وفيرا بأفكار اليوم المزيد من المال يتراكم لي في هذه اللحظة اخترت التركيز على الاموال المتدفقة اليه بسهولة استطيع ان ارى امثلة على الوفرة في كل مكان المال يختارني انا دائما اتصور اني املك المال واتلق المزيد من المال المال ينجذب الي دائما المال ببساطة يقع في حضني انا اجذب الثروة لي من جميع الاتجاهات اجذب لي مبالغ هائلة من الاموال انا اتنفس بوفرة الحمد لله على الثروة في حياتي انا اسمح للازدهار ان يتدفق الى حياتي انا قادر على التغلب على اي عقبات مالية تقف في طريقي انا اثق بجرأة اهداف المالية انا سيد ثروتي يمكنني التعامل مع مبالغ كبيرة من المال انا مدير اموال ممتاز اعتقد ان المال مهم اعلم ان المال هو الحرية تتوسع قدرتي على الاحتفاظ بالمال وتنميته كل يوم لدي دائما المزيد من المال الذي يدخل لي اكثر من الخروج دخلي دائما اعلى من نفقاتي انا استمتع بادارة واستثمار اموالي تتحسن الموارد المالية اكثر من اي شيء يمكن ان اتخيله انا ثري و اعيش بشروطي الخاصة المال هو اداء يمكن ان تغير حياتي للأفضل انا اتحكم في المال والمال لا يسيطر علي انا شخص قادر على معالجة جميع العقبات المالية لدي القدرة على تحسين علاقتي بالمال لدي القدرة على ان اكون شخصا ناجحا ماليا يمكنني العثور على الايجابية في وضع المال انا اؤمن بقدرتي على استخدام الاموال التي تأتي الى حياتي لتحقيق اهداف المالية في وصعي خلف مستقبل مالي ناجح من خلال العمل الجاد يمكنني بناء المستقبل المالي الذي ارغب فيه لدي الانضباط لاتخاذ خيارات مالية صعبة الان للاستمتاع بحياة اسهل في وقت لاحق انا اتحكم في انفاقي ان اتخاذ خيارات لبناء الثروة اليوم يمكن ان يسمح لي بخلق الحياة التي ارغب فيها لدي القدرة على تعلم كيفية ادارة اموالي بشكل افضل انا متحمس للحفاظ على اموالي ووضعها على الطريق الصحيح افعالي تدين حياة الرخاء يمكنني تتبع نفقاتي والالتزام بالميزانية يمكنني ان اجعل احلامي حقيقة واقعة من خلال وضع ميزانية دقيقة انا متحمس لبناء الثروة وادرك كل القيم التي تجلبها الى حياتي انا قادر على ادارة مبالغ كبيرة من المال انا مسؤول عن المال واديره بحكمة انا ناجح مع المال انا على بعد خطوة واحدة من اهداف المالية النجاح المالي ملك لي وانا اتقبله الان كل اجراء اتخذه سوف يسرع بذور الثروة اتخذ قرارات مالية حكيمة واثق في عملية انا مستعد لجعل اهدافي واحلامي المالية حقيقة انا متحمس لبدء ووضع اهدافي لكسب المال انا موفر ناجح للمال من السهل بالنسبة لي تغيير قصة اموالي استعيد قوة المالية اخترت ان اكون منظم ومسؤول بالمال بغض النظر عن شعوري او ما افعله يصبح المال سهل التحصيل ان اكون غنيا هو جزء من هويته المال هو اداء وسوف اتعلم استخدامه بشكل جيد الحمد لله على الثروة في حياتي انا اتحكم في حياتي المالية انا اتغلب على جميع العقبات التي تكمن في طريقي للنجاح المالي ساكون خاليا من الديون لدي القدرة على تحقيق ذلك سوف تشكرني نفسي المستقبلية على توفير المال اليوم ستستمر مدخراتي في النمو وساكون امنا ماليا سابني صندوقا للطوارئ والحماية انا استمتع بالتحدي المتمثل في توفير المزيد من المال كل دولار يتم توفيره يجعلني اقرب الى الحرية المالية انا اكسب المال بسهولة انا استحق كسب المزيد من المال انا اتبنى طرق جديدة للدخل ارحب بمصدر غير محدود للدخل والثروة في حياتي اجذب باستمرار الفرص التي تخلق المزيد من المال اكتشف باستمرار مصادر جديدة للدخل دخلي ينمو اكثر واكثر انا اجذب دخلا كافيا لدفع ثمن نمط الحياة الذي اريده انا غني وافعل ما احب يمتلئ حسابي المصرفي باستمرار بالمال لا توجد حدود للاموال التي يمكنني كسبها كلما كان لدي المزيد من المراحة كلما كسبت المزيد من المال دخلي يتزايد الاستمرار سيتجاوز دخلي نفقاتي المال هو مورد وفير يمكنني كسبه دخلي لديه امكانيات غير محدودة انا اقبل تدفق الاموال من مصادر متعددة توفر وظيفتي الفرصة للعمل على تحقيق اهداف مالية انا استمتع بكسب المال واحب عملي حقا يمكنني الاستفادة من مهاراتي لجلب المزيد من المال في اي وقت انا اؤمن بقدرتي على كسب المزيد من المال انا استحق الفرصة لكسب اكثر مما اجنيه اليوم كل يوم هو فرصة جديدة لكسب المزيد من المال انا قادر على تحويل مهاراتي وخبراتي الى دخل عملي الشاق سيجلب لي المال مهاراتي وعملي الجاد يجلب لي الثروة وانا ممتن ومحترم لذلك كسب المال هو مسعى ايجابي يخدمني وعائلتي ومجتمعي هناك فرص لا حصر لها لكسب المزيد من المال في حياتي سيتم ارجاع الاموال التي استثمرتها الي عشرة اضغار اظهار المال امر سهل لانني مستعد لوضعه الى العمل لدي متعة لكسب المال انا متحمس جدا لتبقي المزيد من المال انا ممتن جدا لاتاحة الفرصة لي لاظهار المزيد من الدخل من السهل كسب المال انا بسهولة اظهر المزيد من المال والوفرة المال يأتي الي بطرق ممتعة وسهلة ومدهجة لا يوجد حد لمقدار المال الذي يمكنني كسبه كل دولار يتدفق الي الان يعمل من اجلي لكسب المزيد من المال لدي ما يكفي من المال دائما اعتقد ان هناك ما يكفي من المال للجميع انا حر ماليا الحمد لله على الثروة في حياتي لدي اكثر من ما يكفي من المال مال وخير بالنسبة لي لدي دائما ما يكفي من المال لتلبية احتياجاتي يوفر الكون ما يكفي من المال للجميع يمكنني ان اصبح حرا ماليا الحرية المالية ليست مجرد حل سيكون هذا واقع لدي ما يكفي من المال للاستمتاع بحياة يومية بحرية لدي اموال اكثر مما يمكنني انفاقه انا يبدو علي انني شخص ثري اخترت ان ابقى مركزا على الوفرة بغض النظر عن اي شيء لدي دائما اكثر من الكاف لكل ما احتاج انا ثري يمكنني بسهولة تحمل اي شيء اريده انا ممتنة للمال انا احب المال لان المال حبني انا اصطحب الثروة التي ارغب بها افرج عن كل الطاقة السلبية عن المال 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 هو سبيل الصرح والراحة يمكن ان يتعايش المال والروحانية في وئام انا في سلام ووجود الكثير من المال المال انا ممتنة لكل الاموال التي لدي الان لدي اقلية مالية ايجابية انا اصطحق ان اكون غنيا انا اصطحق المال في حياتي انا ممتنة لكل ما يجلبه للمال لقد تركت كل معتقداتي المحدودة حول المال تركت كل مخاوفي حول المال اعلم ان اي شخص يمكن ان يكون ثريا بمن فيهم انام كل يوم اختار المال الثروة كل المال الذي املكه يجلب لي السعادة انا اصطحق حياغني ثروتي تأتي من كوني صادقا واصيلا في كل ما اقوم به اذا كان الاخرون يمكن ان يكونوا اثرياء فانا كذلك انا اصطحق حيام ازدهرا انا اصطحق اساسا ماليا متينة انا على الطريق الى حياة غنية انا استسلم عن مقاومتي للثروة انا اصطحق الامن المالي والحروية الامن المالي يجلب لي السلام انا ممتن للراحة التي يمكن ان يجلبها لي الحصول على المال عندما اديره بشكل جيد انا استمتع بالمال انا ممتن للاموال التي لدي بالفعل والاموال التي في طريقها الي الان انا احتضن حياة من الوفرة والتفكير الايجابي انا سعيد جدا وممتن لان الاموال تتطفق الي بسهولة بدون عناء علاقتي بالمال تتحسن وتتحسن كل يوم انا استحق المال انه من الامن ان تكون ثريا انا اثق في المال انا استحق ان اكافأ ماليا الحمد لله على الثروة في حياتي اخترت ان افكر فقط في الافكار الايجابية حول المال انا اختار ان اشعر اختراء الان انا اشفي علاقتي بالمال امتلاك المال يجعلني اشعر بالهدوء والثقة اخترت ان اصدق انني استحق الوصول على الكثير من المال الرفاه المالي هو واقعي الجديد موقفي الايجابي هو جذب المال انا ممتن للوفرة والاستهار في حياتي اعطي الاذن بالاستهار وبناء الثروة وان اكون سعيدا بها انا ممتن للثروة التي داخلتك انا احتضن جميع الارتباطات الايجابية بالمال والثروة والوفرة والاستهار انا سخي بامواله انا اغير العالم بامواله انا اغير العالم بامواله احب ان اعطي المال منزلا جيدا انا استخدم المال لتحسين حياتي وحياة الاخر الاخرين المال هو خادمة المال الذي اساهم به يعود الي دائما مضاعفا انا استخدم المال لتحسين حياة الاخرين اموالي تعمل بجد بالنسبة لي لجعل المزيد والمزيد من المال استخدم المال لتحسين حياتي المال يخلق تأثيرا انجابيا على حياتي وحياة الاخرين كلما زادت الكيمة التي اساهم بها زادت الاموال التي ساجنيها انا ممتن لانني استطيع المساهمة باموالي في الاقتصاد يسعدني ان ادفع فواتيري مقابل كل ما يقدمونه ليه المال الذي انفقه واكسبه يجعلني سعيدا يمكنني استخدام المال لبناء حياة افضل المال يمكن ان يوسع فرص حياتي من خلال الكرام سوف يتطفق المزيد من المال الي لدي القدرة على انفاق المال على الاشياء التي تهمني اكثر من غيرها انا سعيد عندما انفق اموالي بمسئولية وجود المال يفتح لي فرصا وتجارب جديدة يمكنني استخدام المال لتغيير العالم الافضل اخترت ان انفق اموالي بحكمة اخترت ان انفق اموالي بحكمة يستخدم المال لتوفير اشياء جيدة لحياتي وحياة الاشخاص الذين احبهم بينما اكسب المال انا مجهز للعطاء والخدمة بسخاء المال الذي يتم انفاقه بشكل جيد هو مصدر للاشياء الجيدة والانجابية لان لدي المال يمكنني ان اعطي واختم لسخاء ساكون مدركا لثروتي حتى تتمكن من حمتي ومنحه اموالي تسمح لي بالحصول على حياة الاشخاص كل دولار انفقه يعود اليه اضاع فضاء انا احب الحرية التي تأتي لما الوفر المزول المال جيد لانني استخدمه لاشياء جيدة كوني ثريا يمنحني القدرة على مساعدة عدد لا يحصى من الناس في هذا العالم كلما اعطيت اكثر اصبحت اكثر اراء يستفيد الناس من ثروتي ووفرتي الحمد لله على الثروة في حلمتي اشتركوا في القناة